اكدت الدكتورة الشيخة رنى بنت عيسى بن دعي الخليفة وكيل وزارة الخارجية على الدور المحوري الذي تقوم به مملكة البحرين في سبيل تعزيز الرؤال استراتيجية من خلال المبادرات المختلفة واشارت في لقاء لها مع عدد من المشاركين في برنامج ترابط في نسخته الثالثة الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية اشارت الى ان منتدى حوار المنام الذي تستضيفه المملكة في الفترة من الرابع الى السادس من ديسمبر المقبل يعكس رسالة البحرين ودورها في ترسيخ الامن والسلام والاستقرار الاقليمي والدولي في حلقتها الثانية من سلسلة برنامج ترابط في نسخته الثالثة اثنت ساعدة وكيل وزارة الخارجية الدكتورة الشيخة رنى بنت عيسى بن دعيج آل خليفة على كافة الجهود التي تقوم بها اكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية والتي تعمل بشكل مستمر على تطوير برامجها ومقرراتها الاكاديمية وبيّنت في الوقت ذاته الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية للارتقاء بأداء وتنظيم العمل الدبلوماسي والإداري في البعثات الدبلوماسية في الخارج برنامج ترابط يهدف إلى تقوية التواصل ما بين الجهات الحكومية والمواطنين والمستفيدين من الخدمات مما يساهم في النهاي للارتقاء بمستوى الخدمات وتسهيلها على المواطنين وهذا ما تحرص عليه مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرت صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله وهذا تأكيد وتجسيد على سياسة الباب المفتوح والتواصل ما بين المسؤول والمواطن كما بيّنت الجهود الحديثة والمتواصلة التي قامت بها البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج لتسهيل عودة المواطنين البحرينيين إلى أرض الوطن وتسليط الضوء على الجهود التي بذلها المسؤولون والإدارات المختلفة في وزارة الخارجية لتعزيز ودعم الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حديثنا يركز على هذا الجانب ليهم المواطن في المقام الأول وجهود وزارة الخارجية في تقديم أفضل الخدمات وإيصالها للمواطنين على سبيل المثال تطوير الخدمات الدبلوماسية والإدارية في بحثات مملكة البحرين في الخارج ودور الملحقيات المختلفة في سفارات مملكة البحرين في الخارج إضافة إلى برامج التدريب وتطوير الكوادر الوطنية بتقنيات عالية لتقديم هذه الخدمات بجودة وتميز يذكر أن هذه النسخة من برنامج الترابط تهدف إلى الاستمرار في استقبال المسؤولين لتجسد مبدأ التواصل المؤسسي مع المواطنين من خلال هذه الفعالية وإبراز إنجازات مؤسساتهم وهيئاتهم والدور الذي تقوم به وتسليط الضوء على التشريعات والقرارات التي تمت تماشياً مع أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبيان المبادرات التنموية في شتى المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات وتسهيل الإجراءات وتعزيز واستمرارية الحوار والاتصال والتواصل المؤسسي بين الحكومة والمواطنين برنامج ترابط في نسخته الثالثة استعرض أبرز مبادرات التواصل المجتمعي التي تقوم عليها وزارة الخارجية بالإضافة إلى إدوارها المختلفة التي تسعى من خلالها إلى العمل على تسهيل كافة الإجراءات في سبيل إثراء العمل الحكومي خلالي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين